عايز تكسب احترام الناس? يعني اكيد. وانا كمان. في الفيديو النهاردة هنتكلم على كم حاجة كده. اظن لو احنا الاتنين عملناهم او لو احنا كلنا كده مع بعض عملناهم. اظن الناس هتحترمنا. ازايكو يا اجمد واصيع واكتر ناس عندها اخلاق في العالم. اللي خلينا افكر فكرة الفيديو بتاع النهاردة. هو الموضوع جيه في دماغي كده فجأة. هو ليه في ناس بتحترمني? وليه في ناس برضو ممكن ما تحترمنيش? انا انا نفسي كان فيه وقت مسلا ممكن يبقى فيه واحد مسلا عائل مسلا عزباجية وانا جبان جدا واعرفش عمل ايه بتاعي وانا صغير. حد مسلا روح جاي مديني على قفاية ولا مديني على دماغي كده اقول مش عارف عمل ايه مسلا ولا بتاعه وراح ضربه بتاع الحزاب واجري مسلا او خاف اصلا معملش حاجة اساسا. فليش شخص ده محترمنيش? هنقفل بس الحتة دي الاول عشان نتكلم في الموضوع بتاع الفيديو بمزاج. اللي بيعمل معك كده من غير سبب او مبيحترمكش من غير سبب. ده من ستين كلب موجود منه كتير وهيتحرق ويموت وهيجي يوم تزله. بس ده مش موضوعنا يعني فيه ناس فيه الزبالة. الزبالة دول مش موضوعنا مش هنتكلم عليهم من ارض اللي هو هو زبالة مش هنوجع دماغلة بي. مهما انت كنت محترم فيه اشخاص بتقبل النوعية دي. فهنا لو بتأسف لك لحد من الرمم دي عمل معك اي حاجة او دائق او كده. فدولة موجودين وهنقبلهم في حياتنا وهيفضلوا يجوا كتير او في مواقف كتير اوي. بس يعني فمعلش على دولة. خليني بقى نتكلم في اللي هي الحاجة الاساسية اللي انت وجودك نفسه لما حد يجي يتكلم معك او حاجة ممكن يحترم رأيك او يحترم موجودك او يديك اهتمام اصلا كده يعني. طبعا هتكلم بالشكل هو المعروف اللي انت بتعودين عليه اللي هو العشوائي جدا. اول حاجة في دماغي اللي هو اكيد احترام الناس ليا هيبدأ باحترامي لنفسي. برفع ليك او والله فاتيك. يعني جبت الخلاصة. ما احنا عارفين. احترامك لنفسك مش ان انت مسلا تبقى مؤدب مع نفسك. احترامك لنفسك معناه تقديرك لنفسك. انت شايف نفسك ايه? لازم تكون متأكد مية في المية بينك وبين نفسك ان انت لك ايمة كبيرة قوي. كل الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها بقول حاجة واحدة بس. انت لازم تكون شايف نفسك جايزة. حاجة مش قليلة. مهما كانت مشاكلك او عيوبك او انت عايز تصلى حاجات في نفسك او كل الكلام ده. ده ملوش دعوة بالحقيقة ان انت جايزة. هدية من ربنا. في حاجات معانة خليتك تنسى ده او لخبطتك او زودت لك حاجات وحشة او نسيتك الحاجات الحلوة كل ده ما يمنعش ان انت جايزة. لو انت قاعد طول الوقت بتقول على نفسك انا والله ماليش لازمة انا شايف ان ماليش هدف انا ضايع انا ببعملش انا مبسويش الكلام ده. لو انت طول النار بتقول لنفسك كده انت تفتكر الشخص قدامك هيحترمك ازاي? ازا كان انت شايف نفسك كده انا اشوفك حاجة تانية ليه? ليه عاملك بطريقة احسن من كده? كلنا كلنا في اللحزة دي بنقول لنفسنا حاجات زي الزفت على نفسنا. طبيعي جدا ان انت مأثر في حاجات. طبيعي جدا ان انت تبقى حاطة قدامك هدف كده معين وهتوصل له. لسه ما وصلتلوش بس انت في الطريق. هي دي الفكرة. ان انت وانت في الطريق هو ده اللي هيخليك تحس ان انت بتحقق حاجة هتحس بتقديرك لنفسك. هتحس باحترامك لنفسك. وثقتك بنفسك هتزيد. وهتعرف تخلي الناس تحترمك من ده. الناس بتبص للشخص اللي بيعمل حاجة لنفسه بيحاول يحقق حاجة وبيحاول يوصل لحاجة ان هو شخص ناجح. ان هو شخص جدير بالاحترام. شخص ممكن اسمعه. فعشان نعدي النقطة دي. ابدأ بان انت تعمل حاجة كويسة لنفسك كل يوم. حاجة واحدة بس. اختار حاجة من الحاجات اللي انت عايز تبقى فيها احسن. حس ان هي هتخليك تحس ان انت حققت حاجة فعلا. او نفسك تحقق حاجة فيها ومش بتعمل فيها حاجة خالص. نيجي الابسط حاجة اللي هي اللي انت دايما بتقول لي عليها موضوع ان انا مبرحش اتمرن مثلا. النهاردة بدل ما تاكل عشر معالق رز كل ستة بس. كده انت ابتديت. كده انت تقولها لنفسك برافو انت وقفت نفسك من انت تاكل عشر معالق النهاردة. حاس ان انت ضعيف. حاس ان انت ضعفان هفتان اللي هو اكيد مفيش حد يحترمني. انزل عمل عدة ضغط واحدة بس. واحدة. كل يوم عدة واحدة بس. وفي اخر الاسبوع قول يا ابن اللعيبة انت عملت سبعة عدة ضغط. وصل لك انا عايز اقول ايه? نخشف نقطة اللي بعدها. نروح للطرف التاني. اللي هو من ناحية التانية للطرابيزة. اللي هو الراجل اللي هو المفروض يحترمني او البنت اللي هتحترمني. بص انا هقولك على حاجة بنتي لازينة لحظتها. ظروف الحياة او التربية بتاعت اي شخص بجد. ملهاش دعوة خالص باخلاقه. اه انت ممكن اوقات تركب مع راجل مثلا شغال على توك توك. وتلاقي اخلاقه خطيرة. وتتكلم مع واحد يركب عربية مرسيدس او بي ام دابليو. ويبقى اخلاقه ازبالة. فالمكان اللي انت متربي فيه او الظروف اللي انت فيها. ملهاش دعوة بان انت تكون شخص عندك اخلاق او محترم. بس انت لو قلت لحد من اللي هو مسلا سواء ميكرو باس سواء اه توك توك. حد بيجي لك البيت مسلا ان يجاب لك طلبات. اه حد بيمسح الشارع بيكنس. قلت له شكرا. معلاش تعبناك. الله ينور. الحاجات دي بتزود من امتك? بتبين انت عندك اخلاق. والناس مفتقدة اوي الاخلاق. مفتقدة الناس المحترمة. مفتقدة الناس اللي بتقدر الحاجات البسيطة دي. كلمة شكرا شكرا رهيبة. كلمة لو سمحت رهيبة. لو حد بيشتغل عندك في البيت. بيشتغل عندك في الشركة. بيشتغل قدام بيتك. جي عمل لك حاجة. حد جي صلح لك حاجة في البيت او بتاعها. خلي الكلمات دي على طول على لسانك. مهما كان اللي انت بتعامل معه مين? الراجل المحترم بيحترم كل اطياف العالم. كل اشكالهم. ولاد بنات. بيحترم الجماد. مش مسل اللي يمسك الحاجة ويرميها وبتاعه. لا. بيحترم هو بجد. هو بيقدر كل حاجة في الحياة. بيحترم كل حاجة. كل حاجة ربنا خلقه على الارض. بيحترمها. في فيديو عملته اسمه الراجل الالفة. شوف الفيديو ده عشان بس شوية يعني النظريات كده معينة في الحتة بتاعت الاخلاق او الطريقة بتاعت التعامل او ان انت يبقى ليك حضور وكلام ده. شوية نظريات كده ممكن تكون حاجات منها صح ممكن حاجات منها غلط. فبتكلم عليها في الفيديو ده. شوفوا. لو عايز طبعا يعني. اخر حاجة واهم حاجة. احترامك مش بيكون للي اكبر منك بس. او للشخص اللي انت بتقلق منه وبيتخاف منه. متبقاش اللي هو محترم او مع اللي هو اللي بيسكتك وبيهتك. والتاني اللي اضعف منك تزله وتطلع عليه اللي بيعمله معك التاني. المحترم بيحترم الكبير. طبعا. بيحترم اللي قده. مش عشان هو اصغر منه بسنة او اكبر منه بسنة فيقول لا اشتة صباح الفل. لا. دايما لما تلاقي حد مسلا تقوله ان ان انتو قد بعض. يبقى في مسلا فيه ندية. فيه تحدي. فيه بتاع. اللي هو لا احنا ممكن نحترم بعض. يعني اخلايا الرجالة ملهاش دعوة. بالسن او انت محترم عمتا. فيه حركة معفنة جدا. ما عرفش اللي هم الناس اللي مربوش العيل. ما عرفش يعني المهم. انا لو فهد عمل كده هديله علقة. قدام الراجل لو عمل كده. فيه عال صغيرة مثلا بيشوفه الراجل مثلا بتاع الامن. امن بتاع حاجة. سوى امن مثلا بتاع بوابة او نادي او ايا كان. يعودوا يعملوا شوية حاجات كده معفنة ويبوزوا حاجات ويبهديلوا حاجات وبتاع. فيه الراجل يقول لهم معلش يا حبيبي ما ينفعش كده يا بابا غلط مش عارف ايه. يعودوا يشتموا ويجروا مثلا. حاجات اللي هى المعفنة دي. طب انت عندك تناشر سنة تلاتاشر سنة خمستاشر سنة وحد جايب لك مسلا عنده خمسة وشين ستة وشين سنة. فانتو تقول له ايه ده يا عم لا اخد حاجتك مش اخدها وبتاع. فاللي هو يعني بص ما يعني انت يعني فهم نقص دي. واخر حاجة ودي من اللي انا بيشوفها برضو مهمة اوي. احترام الكبير للصغير. احترامك لحد اصغر منك ما بيخليش ان انت مثلا اللي هو ده هو المفروض يحترمني او يقلل منك مثلا. بالعكس لو حد اصغر منك وبالزيت لو اصغر منك بشويتين يعني انت مثلا عندك تلاتين سنة او خمسة وشين سنة وحد اصغر منك عنده خمستاشر. فبيبقى لسه متهور اوقات بيتصرف اوقات تصرفات متهورة شوية. ممكن يكون في البيت عنده مثلا في طريقة معينة في التعامل. عنيفة شوية مش اللي فيها احترام قوي. بيعملوا انه هو عيل. لما انت بتعامله ان هو كبير هو بيتصرف كشخص كبير. هتعامله ان هو صغير وانت كبير مش هيديك مش هيرضى. جاو بقى ان اياه انا وانا قدك وزمان ابن انت لسه صغير وكبام ده. هي مش هيخليه اولا مش هيحبك طبعا ده اساسي. وفي نفس الوقت مش هيحترمك. انا عارف انت الكلمة زي دي ممكن تاخدها على نفسك قوي. بس انا بقول لك الحقيقة. احترامك لكل الاعمار. حاجة مهمة بشكل رهيب. شكرا جمعا انتم تفرجت لحد اللحزة دي. انا عارف ان الفيديو زي ده ممكن ما يجيبش خالص. لان الناس اللي بتفرج على الفيديو. محترمين واخلاق. واما ممكن الفيديو ده مقاش مهمة بالنسبة لهم. بس انا قلت يعني افكر نفسي وافكركم بشوية حاجة بسيطة. طبعا لو عجبكم الفيديو. متنسوش تعملين سابسكرايب هالحاجات الموجودة تحت دي عشان اجيلكو اخبار انا حاجة دي يبقى منها في حياتي عن الفيديوهات. ولو عجبكم الفيديو ومش عايزين تعملين سابسكرايب زي ما احنا متفقين عادي. المهم تكون اتفرجت واتبسطت. او اتفرجتي اتبسطتي. اشوفكو في الفيديو الجاي. سلام.